تنفيذاً لأمر صاحب سموه الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع خمسة ألاف وحدة سكنية التي أمر بها سموه خلال الملتقى الحكومية الذي عقد مؤخراً أكد وكيل وزارة الإسكان المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية الدكتور خالد الحيدان على استمرار الوزارة في استقبال دفعات جديدة من المواطنين المستفيدين من مشروع اسكان ضاحية الرملي وأضاف الحيدان أن إجراءات توزيع وحدات مشروع ضاحية الرملي للمواطنين المنتفعين تمت بصورة سلسة وصى السحسان المواطنيين من دون أدنى معوقات أو تاخيرة وقال إن مشروع اسكان ضاحية الرملي يعد أحد المشاريع الرئيسية المدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة التي التزمت به وزارة الإسكان ببناء 25 ألف وحدة سكنية من عام 2015 إلى عام 2018 وفقاً للالتزام الخاص بقطاع السكن الاجتماعي الوارد في برنامج عمل الحكومة المنبثق عن التوجيه الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية مؤكداً مضي الوزارة في إنهاء هذا الالتزام وفق المواعيد المحددة من خلال طرح المزيد من البرامج والخدمات التي تكفل استقرار المواطن البحرينية بناء على أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 5000 وحدة سكنية الوزارة والله الحمد مستمرة في عملية توزيع حسب الجدول الزمني الموضوع واليوم استقبلنا دفعة جديدة من المستفيدين من مشروع الرملي الإسكاني واللي ضم 1261 وحدة سكنية ومن المؤمل انتهاء من عملية توزيع إن شاء الله في منتصف مارس الغادم والله شعوري صراحة فرحون بالحصول على الوحدة السكنية وحبيت أشكر جلال الملك وولي العهد ورئيس الوزراء ووزير الإسكان على المجهود الطيب اللي بذلوه في الفترة هذه البسيطة الحمد لله قدروا ينجزون مشاريع المشاء الله بفترة وجيزة والحمد لله على كل حال